ويسفك الدماء بضرورة التعايش في هذه الأرض عرف الملائكة الكرام أنها مسخرة لحصول التنافس بين أهلها وأن أهلها لا بد أن يختلفوا فطبيعة العالم السهلي تختلف عن طبيعة العالم العلوي فالعالم العلوي أهله ليس بينهم هذا التنافس وليس بينهم أي شيء يقتضي نفرة وهم جميعا مسخرون للطاعة أما العالم السهلي فبضرورة لا بد أن يختلف أهله ولا بد أن يتنافسوا ولا بد أن يعتدي بعضهم على بعض فهذه فطرتهم وهذا أصل خلقتهم فلذلك قالوا يسفك الدماء وفي مقابل ذلك أشاروا إلى هذا التنافس فقالوا ونحن وهم يمثلون العالم العلوي نسبح بحمدك ونقدس لك فكل أعمالنا إصلاح ليس فيها إفساد ولا إراقة للدماء وكل ما فيها إنما هو نفع وفضل ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك وتسبحهم بحمد الله أي أنهم يذنون عليه ويذكرونه فيسبحونه وينزهونه ويحمدونه وهذا معنى نسبح بحمدك نسبح مع حمدك ونقدس لك أي أنهم يقدسونه ويجلونه ويعظمونه فالتقديس التعظيم فهم كل أعمالهم إنما هي عبادة لله كما قال سبحانه وتعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحصرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وفي الحديث أطت السماء وحق لها أن تئط فما فيها موضع وأربعة أصابع إلا وملك لله فيه ساجد أوراك فلذلك أشار الملائكة الكرام إلى ما يقومون به من الأعمال ليس ذلك منًا على الله جل جلاله فهم يعلمون أن ذلك من توفيقه ونعمته ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر